أكد الرئيس التركي رجب طيب أردغان أن السفارة التركية في كابول احتضنت اجتماعاً مع قيادة حركة طالبان استمر ثلاث ساعات ونصف ساعة وشدد الرئيس التركي في مؤتمر صحفي قبل مغادرته إلى البوسنة والهرسك على أن اجتماعات أخرى ستعقد إذا تطلب الأمر مؤكداً أن بلاده لن تأخذ الإذن من أحد لإقامة هذه الاتصالات وأضاف أن أنقرة تلقت طلباً من حركة طالبان لتشغيل مطار العاصمة الأفغانية كابول وأكد أن بلاده بدأت بإجلاء قواتها من أفغانستان بالتزامن مع جهود الدول الغربية لإجلاء قواتها ورعايها من هذا البلد موشراً إلى أن عملية الإجلاء ستنتهي في أقرب وقت ممكن